تأمل هذه العقوبة الآن في ترك صلاة العصر حبط عمله حبوط العمل حبوطه يعني بطلانة حبط عمله من ترك العصر فقد حبط عمله وهذا الحبوط للعمل إما أن يكون حبوطا لعمله كله إذا كان تاركا لصلاة العصر ولهذا الترك العام معه الحبوط العام وإذا كان حصل تفريط في يوم معين مثل أمثلة التي أشرنا إليها يحبط عمل ذلك اليوم يحبط عمل ذلك اليوم كما مفصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة الترك العام معه الحبوط العام والترك الخاص معه الحبوط الخاص الذي يتعلق باليوم نفسه إذا فرط فيها وهو محافظ لكن فرط فيها في يوم معين ولهذا ينبغي أن ينتبه الإنسان العصر لما يفرط فيها ويؤخرها هذا خطر عليه خطر على عمله في يومه خطر على عمله في يومه لأن هذا محبط للعمل كما نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام نعم